إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيلا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم لا الملان إلا ما علمتنا إنك أنت علم الغيوب اللهم اجعل هذا العمل خالص لوجك الكريم وتقبله مني طلبة طلبات الصف الأول إلى داني أهلا بكم ومراجعة نهائية في مادة الهندسة الترم الأول في البداية لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتشيره للأصدقاء والفيسبوك يلا بنا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بيقول لي اختر الإجابات الصحيحة من الإجابات المعطاة أول حاجة بيطلبها مني بيقول لي مجموع قياسات زوائل مسلسة الدخلة تساوي يطار مجموع قياسات الزوائل المسلسة الدخلة كان تسعين درجة ولا مئة وتمانين ولا متين وسبعين ولا تلتمية وستين طبعا كلنا بنعرف طبعا حاجة بسيطة بالنسبة لنا ان مجموع قياسات زوائل مسلسة الدخلة تساوي كام هنقوله بتساوي مية وتمانين ايه طبعا مية وتمانين ايه درجة بالإجابة الصحيحة مية وتمانين درجة طيب السؤال بعد كده بيقول لي صورة النقطة اللي هي سالب اتنين واحد بالانتقال بالايه بالانتقال اربعة واحد هنا بنقول عشان نجيب الصورة بنجمع النقطة زائد الانتقال النقطة زائد الانتقال بتدينا الايه الصورة بنا حنجمعهم يلا بنا نجمع سالب اتنين واربعة يديني اتني يديني كام هنا اتني طيب وعي سوى بعدين نقول له واحد واحد كام اتنين يبقى هنا النقطة اللي عايزها النقطة المطلوبة هي النقطة ايه اتنين والتنين يبديل الجابة الايه الصحيحة طيب فعلا نشوفو الجزء اللي بعد كده بيقول لي قياس الزاوية الخارجة عن المثلث من الساوي الأطلاع يساوي طبعا الزاوية الخارجة عن المثلث من تساوي الأطلاع هتساوي 120 ايه درجة يبقى لما عندنا مثلث من تساوي الأطلاع وفي زاوية خارجة عنه يبقى خياسة كام نقوله بتساوي 120 درجة طيب السؤال بعد كده بيقول لي المعين اللازي قطراءه متساويان في الطول يكون لو هنا عندنا معين وتساوت أطلاعه وتساوي القطرين بتوعه خلاص طبعا معين أطلاعه كلها ومتساويه بس القطورين مش متساويين. فلما يتساوي القطورين بتوعه المعين بيتحول الى شكل ايه؟ شكل مُربع. يبقى الاختيارemente هو الاي.- المربع. يبقى مُربعهم متوازل اضلعهم. هو الايه المُربع. هل cinq مون نقول له ده هو من، ايه المربع هو الايه المربع. نقول لنا عدد اكتر الشكل الرباعي يتساوي. يبقى الشكل الرباعي. اتباً نحن طبعاً نعرفين الشكل الرباع وهو رسمت الشكل الرباعي بالص deformة الى كدة. اي شكل رباعي. طب عايز نجيب اكتره. ليه كم قطر؟ نقول له ادي واحد ادي قطر. وادي اتنين ادي قطرين. يبقى ليه كم قطر يبقى هنا اقوله عدد اكتر شكل الرباعي. الرباعي يساوي تلات اكتر. ولا اربعة ولا اتنين ولا واحد نقوله ايه? نقوله ايه قطري. يبقى الاجابة الصحيحة نقوله ايه? طب السؤال هنا بيقولي اكمل ما يأتي. اول عبارة بيقول لك الزاوية هي اتحاد. اتحاد ايه? نقول له الزاوية هي اتحاد شوعين لهم نفس نقطة البداية. خلاص يبقى نقوله الزاوية هي اتحاد شوعين لهم نفس نقطة البداية. طيب سؤال بعد كده بيقول لي. يتحدد الانتقال في المستوى بحاجتين. ايه هما? نقوله بالمقدار والاتجاه. يبقى هنا الانتقال يتحدد بايه? نقوله بمقدار والايه والاتجاه. تعالوا نشوفوا اللي عبارة اللي بعدها. بيقول لي قياس الزاوية الخارجة عندها احد رؤوس المسلس تساوي. ليه بحنا اللي عندنا مسلس. خلاص كده قوت. ورحت الرأس المسلس بالصورة ده كده. ودي اسمها زاوية خارجة عنه. طب قياسها بي تساوي ايه? نقول لي قياس الزاوية الخارجة عن المسلس. بتساوي قياس الزاويتين الداخلاتين. دولة ده همت. ما عادة المجاورة لها. عادة المجاورة ايه لها? يبقى العبارة سنقوله ايه? قياس الزاويتين الداخليتين عدل مجورة ايه? لها. طيب سؤال بعد كده بيقول لي ايه? بيقول لي في المسلس الف بيه جيم. ازا كان قياس زوية الالف زائد خياس زوية البي بسوى سبعين. يبقى عندنا مسلس وفي زويتين مجموحهم كام سبعين. طيب فان قياس زوية الجيم. الجيم دي الايه? الزوية التالتة. طب احنا بنقول الاتنين على بعض بسبعين. طب عايز نجيب التالتة. نعمل ايه? نقولوا ان الزوية التالتة بسوى مية وتمانين. خلاص? ناقس مين ناقس السبعين. ناقس الايه? السبعين. طب تعال اطرح. مية وتمانين. لو نقص منهم السبعين ادبقى انه كان مية وكان وعشرة. يبقى ازا نزا زوية الجيم بالقياسة كان مية وعشرة ايه. طب سؤال بعد كده بيقول لي ايه? الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في مسلس. موزيا احد الدلعين الاخرين. بيعمل ايه? نقول له ينصف الضلعي التالت. يبقى الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في مسلس موزيا احد الدليل الاخرين. يعني احنا لو عندنا ايه? شكل كده هوت. ولي يكون ادي ايه? اه الشكل بتاعنا كده مع بعضينا. مسلس. روح ترسم شعاع كده هوت. بيوازي. الدلع اللي تحت ده هوت. ومسامين ده مسلا ده الف ده الف. وده بيه? ودي جي. ودي مسلا دال ودي ايه? خلي بالا بقى. الدال دي في منتصف مين? انتصف الف بيه. ودال هي يوازي به جي. بنستنتج ايه بقى? بنستنتج ان هي في منتصف الف مين الف جي. يبقى الشوع المرسوم من منتصف دلع في مسلس. موازية. احد الدلعيين الاخرين. ينصف الدلع الايه? الثالث. ينصف الدلع الايه? الثالث دي الايه? الصحيحة بتاعتنا. انا بقول لي احسب قياس زاوية المنضلع السوداسي المنتظم. السوداسي المنتظم. خلاص عدد اضلعه كام? نقول له عدد اضلعه ستة. وهو منتظم. اهم حاجة لازم يكون سوداسي منتظم. يبقى النون بتاعته بتساوي كام? بتساوي ايه? بستة. طيب. علشان نجيب بداية نقول له ان خياز زاوية السوداسي المنتظم او اي شكلة بنعبر عنه بنجيب ايه? بالقانون اللي هنقول لك عديد لوقتي. ايه القانون بيقول لي ايه? بيقول لي نون خلاص ناقص اتنين. خلاص مضروف فيه مية وتمانين. ونقسم على النون. ده بيديه لي خياس اي زاوية من زاوية المضلع لازم نضلع على المنتظم. طب يعني هو لازم يقول لي المضلع المنتظم. يعني ايه مضلع منتظم? يعني لازم تكون زاوية متساوية في القياس. واضلعها متساوية في ايه في الطول. طب تعالي عوض هنا عن نون بكام بستة. يبقى نقول له ستة معيس اتنين في مية وتمانين ونقسم على الايه الستة. يبقى نقول له ستة. ناقص اتنين في مية وتمانين ونقسم على الستة. وبالالة الحزبة طبعا هنشتغل تديني مية وعشرين. بنقول قياس زاوية السوداس المنتظم. خلاص بالالة الحزبة هنا هتطلع لب مية وايه وعشرين ايه درجة. فتعالوا نشوفوا السؤال اللي بعد كده. بيقول لي في الشكل المقابل. اوجد بالبرهان قياس زاوية الالف. يبقى الاف دي عسى بكام? وزاوية الدال دي بكام? ومحيط الشكل كله. طبعا الشكل اللي قدامنا دها شكل متوازي اضلاع. فمن خلاص متوازل اضلاع ليه خلاص يامى. نقول اول خاصية ان كل زاوية متقابليةان متساويةة في القياز. الحاجة التانية از كل زاوية متـتاليةين قياسهم مية وتمانين درجة. يعني ايه? يعني زاوية الالف وزاوية الباء مجموح قياسهم مية وتمانين درجة. عشان دول اسمهم زاوية متتاليتين. الف ودال بمية وتمانين دال وجيم بمية وتمانين طيب الباء هتسوي زوية الدال والتنين كل واحدة بتسوي الثانية لأنه متقابلتين طيب من خلاص برضه متوازل اضلاع ان كل الضلعين متقابلين متسويين في الطول يعني الف بيسوي دال جيم والف دال بيسوي به جيم خلاص طيب يلا بقى نستخدم كلام ده مع بعض اول حاجة هنقول له هو عايز زوية الالف زوية مين الالف طيب زوية الالف وزوية الباء زويتين متتالية يعني ما جمعه خياسهم كام مية وتمانين درجة فاحنا نقوله ايه بها من خياس زوية الالف هتسوي مية وتمانين ناقص الايه ناقص مين بقى دلوقتي ناقص المية يبقى نقوله خياس زوية الالف سوي مية وتمانين درجة مائص المية يديني ثمانين درجة وبدي خياسها كم درجة كده ثمانين ايه درجة ثاني حاجة طالبها بيقول لي هاتل خياس زوية الدال زوية الدال ديت شايفها معايا حتساوي زاوية الباقة طب زاوية الباقة ب состояние 100 درجة. ي coalه اقوله ان قياس زاوية الدال، حتساوي خياس زاوية الباقة، حتساوي 100 درجة. طب هو بعد كده بيقول لي لات لي محيط الشكل. يعني ايه محيط؟ يعني عاقز مجموعة اطول بتاعتكم كلها. انا عندي قلب به يساوي دال جيم. هي ساوي 2 سنتر يبقى دا 2 سنتر. وعندي الف دال حيسوي به الجيم يسوي ثلاثة سنتي. طيب المحيط هو مجموع كل الاضلع دي. يعني هنجمع الاتنين زائد الثلاثة زائد الاتنين زائد الثلاثة. لو انا جمحتهم على بعض هيدوني كام? هيدوني عشرة. ايه بنقوله? محيط الشكل عبارة عن اتنين خلاص في مجموع الضلعين متتالية. او هنقوله الثلاثة زائد اتنين خمسة خمسة في اتنين بايه? بعشرة. او مجموع الاطبال بتاعته دي كلها. هنا بيقولي في شكل المقابل آآف به مسلس. آآف به دهوت. آآف به بيسوي ايه? اربعة سنتي. وبه جيم بيسوي اتناشر سنتي. وا اعلف جيم بيسوي عشرة سنتي. وعطين طبعا الدال في منتصف آآف بي. والواو في منتصف آآآخ في آآخي Goodbye في منتصف به ايه�지. بيقول لي هات Humans the 3 اللي جوا الزغير ده هو. طيب تعالوا نجيب محيط المثلث اللي هو دال هي واو. هلاحظ حاجة. لاحظ ايه? ان دال واو ده هوت. يسوي نص به جيم. ليه? لانه هو بيوازيه وسوي نصه. يبقى دال واو بيوازي به جيم ويسوي نصه. برضو بالمثل دال هي بيوازي الف جيم ويسوي نصه. يعني دال هي نص الف من الف جيم. والف جيم بعشرة يبقى نصه خمسة. بنفس الطريقة نقوله ايه? واو هي. نص الف بي. وبيوازيه طبعا. يعني يكون كام اتنين صندوق. تعالوا نشوف مع بعض كده بالبرهان. نقول له اول حاجة عندنا ان دال ايه? دال واو. نص ال ايه بي. واو بيوازيه. انا مش عايز بتوازي ان هو بي ايه? بيسوي نصه. طب هو اصلا طوله كام? كله اتناشر. طيب يبقى اتناشر على اتنين فيها الستة. طب نقوله ايه كمان? نقول له دال هي. دال هي. بيسوي نصه طول الف مين? الف جيم. طب الف جيم طوله كام عشرة. طب نص العشرة يبقى ايه عشرة على اتنين يسوي كام خمسة. نرجع نجيب له مين? هيه واو هيه واو. طوله بيسوي نصه طول الف بيه. الف مين? الف بيه. طب الف بيه طوله كام اربعة? طب نص الاربعة كام اتنين. طب هنا بقى نعمل ايه? نقول له انا عندي دهوت كام ستة? خلاص ده طوله ستة سنتي. وآآ دال هي خمسة سنتي. وعطينا نقول له ان هي واو بيساوي اتنين سنتي. تعال اجمع كل دولات مع بعضهم. هيدين المحيط يبقى المحيط هو مجموع كام ستة وخمسة وايه واتنين. يبقى حيط المسلس بيساوي تلاتتاشر سنتي. يساوي كام تلاتتاشر ايه سنتي. بيقول لي هنا في الشكل المقابل. بيقول لي ان جيم دال جيم دال ده طوله ستة سنتي. ودال هي طوله تمانية سنتي. اوجد بالبرهان طول جيم هي. طيب. تعالي بقى نشوفوا. احنا دول وقت طوام الزاوية دي قايمة. يبقى المسلس ده قائم الزاوية. يبقى هنستخدم النظرية اسمع نظرية مين فيسا غرص. يبقى انا دول وقت بنقوله ان قياس زاوية مين قياس زاوية الدال. بتساوي تسعين درجة خلاص كده. يبقى المسلس ده نوع ايه? مسلس قائم الزاوية. طيب نستخدم بقى هنا نظرية اسمع نظرية مين فيسا غرص. اللي بتقول لي ايه بقى? بتقول لي الوطر تربيع بيساوي نقوله ان جيم هي تربية. هيساوي جيم دال تربية زايد دال هي تربية. طيب. يبقى جيم هي الكل تربية. هيساوي جيم دال تربية زايد دال هي الكل تربية. نعود. انا عندي دال هي كام? ستة. ستة في ستة بكام? بستة وتلاتين. زايد. دال هي بيساوي تمانية. تمانية في تمانية. هنربحها يعني نربحها نفسها مرتين باربعة وستين. هنجمع دولة. يبقى نقوله جمع ستة زايد اربعة عشرة. سوفوا معنا الواحد. كان بعد كده نقوله واحد على تلاتة اربعة اربعة وستة ديني عشرة. يبقى كده ديني كمية. هناخد بعد كده الجزر التربيعي. بنقوله باخذة. الايه? الجزر التربيعي للطرفي. عشان نجيب مين? هيه دال لوحده. يبقى نقوله هيه دال? بيساوي جزر المية. طب المية الجزر التربيعي بتاعها بكام بيديني كم عشرة? يبقى بيديني عشرة ايه? سنتين. وفي نهاية هذه الحلقة اتمنى ان تنال اعجابكم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتشايره الاصدقاء والفيسبوك. وتابعونا باستمرار ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.